الله أكبر الله أكبر شيع جثامين تسعة من شهداء الجيش الوطني إلى مقبرة الشهداء بمدينة مأرب بعد وصول جثامين الشهداء الذين أسرتهم ميليشيا الكهنوت الحوثي في معركة الجوبة وعذبتهم حتى الموت وأحرقت جثثهم بمادة الأسيد إمعاناً في انتهاكاتها المنافية للقيم الدينية والإنسانية عادوا وهم جثامين من أيدي ميليشيات الحوثي أخذوهم وهم أسرى فعذبوهم ولم يراعوا حرمة الأسير ولم يراعوا حرمة الأسير الذي حرمها الشرع وحرمها القانون لم يراعوا حرمة أي شيء في هذه الأرض لقد اعتدوا على الحجر والشجر والإنسان لم يراعوا حرمة الطفل ولا حرمة الجريح ولا حرمة المرأة ولا حرمة الشيبة في مراسيم التشييع الذي حضره عدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصية الاجتماعية وجمع غفير من أهالي الشهداء وزملائهم استنكر الحاضرون الجريمة الحوثية التي وصفوها بالبشعة وأكدوا أن إخفاء جثث الشهداء لأكثر من عام ونصف بعد تشويهها بمادة الأسيد جريمة تضاف لجرائم الكهنوت الحوثي وتعكس حقد الميليشيات على الشعب اليمني الرافض لمشروعها الفارسي الذي يناقض ثوابت المجتمع وقيمه الأصيلة وكانت الميليشيات الحوثية قد أسرت الجنود التسعة في أحد المواقع بمديرية الجوبة وأغلبهم جرها ثم قامت بتعذيبهم وتصفيتهم وتشويه جثثهم وإخفائها لمدة عام وثمانية أشهر رافضة تسليمها حتى تمت مبادلتها بجثث عدد من قتل الميليشيات الذين سقطوا في معارك عدوانها على محافظة مأرب محمد القليصي لقناة سهيل مأرب ترجمة نانسي قنقر